السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بكم في فيديو جديد وياكم اخوكم عدل عبدالله في هذا الفيديو راح نشرح شلو نقدر نشتري المنتجات مالتنا من خارج العراق سواء كان من امريكا او الخليج او من تورج بسعر البنك المركزي اللي هو 1320 دينار للدولار الواحد هذا سيكون من خلال منصة وتطبيق pure platform التطبيق انا اشارحه سابقا وموضح عليه آلية الشراء والتفاصيل هاي ولكن بعد المتغيرات اللي صارت على سعر الصرف السوق الموازي وسعر البنك المركزي حبيت افيدكم بهذا الفيديو وشلو ممكن نستفاد من فرق السعر وشراء المنتجات اللي موجودة داخل التطبيق طبعا التطبيق يتعاملوا يمواقع العالمية والمواقع اللي مشهورة مثل امازون اي باي والمارت والمواقع العالمية سواء كان بالخليج امازون الامارات نون الشركات الثانية المواقع الثانية اللي بالامارات وايضا بالسوق التركي اللي عندهم هما قبل لا ندخل التفاصيل ووضح لكم طريقة الشراء واضافة المنتجات الى السلة والدفع وكل هاي الامور خلينا ناخذ نبذة مختصرة عن تجربة شخصية لمدة سنتين لاتلس سنوات ويا بير فلاتي فورم اللي اعرف بتابع قناتي انا اشتري بنفسي من المواقع هاي وكان عندي انوان وكيل شحن داخل امريكا تحملتي شركات شوب فانز بلشبار وشركات هواي صراحة امي بيور وفرت لي هواي ووقت وفي الشي خلاني اشرح لكم هذا التطبيق للمرة الثانية بصورة اوسع واوضح يعني بداية انت راح تنزل تطبيق تسجل حسابك وتكمل هاي التفاصيل كلها اضيف المنتج وتدفع الفلوس بعد راح تتبع الطلب مالتك خطه عندما يتم الشراء من الموقع يجيك شعار عندما يصل الى مخزن امريكي يجيك شعار بعدين الطلب من يطلع من امريكي الى العراق يجيك شعار بعدها لما يدخل مرحلة الترانزيت يجيك شعار بعدها لما يدخل الى دبي راح يجيك شعار بعدها لما يطلع من دبي يدخل الى القمارك العراقية يجيك شعار بعدها لما يوصل لمخازن بغداد يجيك شعار بعدها لما يطلع الطلب افهم مع شركة التوصيل الى باب بيتك يجيك شعار فكل هاي التفاصيل راح تكون هاي خطوة بخطوة صراحة التطبيق والنظام مع التطبيق والمبرمجين اللي على التطبيق اللي مسويز يعني خرافي ولا غوطي ولكن ماكو تطبيق ما بيؤيون فتابع الفيديو للنهاية هتتوضح لك المزايا والعيوب تجربة شخصية خلنا ندخل الى الشرح بقويا طبعا ثم تشوفون هذه واجهة التطبيق راح نسوي انشاء حساب وهنا تكتب رقم تليفونك اللي سوان كان اي نوع اتصالات تخلي رقمك بعدها انك تضغط على انه انت لست روبوت وتكمل وتخلي باسورد خاص بيك وتعيد الباسورد مرة ثانية جوا وبعدها تسوي انشاء الحساب الخطوة اللي بعدها تجي بعد ما تضغط على انشاء الحساب راح تملي معلوماتك اللي هي الاسم واسم الاب واسم الجد واسم العائلة هو اختياري يعني مو شرط تدخلي بعد راح تختار الجنس سوان كان ذكر او انثى تختاره وطبعا حتى الموالد مالتك هي اختيارية يعني تقدر تخليها وما تخليها طبيعي جدا من بعدها حيطلب منك تفاصيل انوان السكن مالتك حتى حتى من يوصل الطلب الى مخازن بغداد وشحنوها يعرفون يشحنوها الى اي مكان بالضبط هنا تخلي الحي اللي انت ساكن بيه وتختار المحافظة بغداد مثلا انا راح اختار المنصور بشارعه 14 رمضان منصور 14 رمضان هذا المان ما بتخليتاني وكملت الخطوات راح اكتر هنا حاليا سونا الحساب وسجلنا كل المعلومات مالتنا وكملنا كل الخطوات هذه هي واجهة التطبيق تملي تشوفون امامكم راح نروح على القسم المتاجر اللي هو العالمي راح تشوفون يطلع قدامكم الامريكي والتركي والخليجي هنا السوق الامريكي والسوق الخليجي والسوق التركي هذه المواقع كلها امامك تقدر تختار الستور اللي تي تشتري من عنده من اي دولة بالضبط السلاح على التعين انا راح اروح على امازون امريكا ومحتاج كاميرا نيكون مثلا راح اروح اضغط على الامازون الامريكي اللي هو بالوسط وادوس على استمرار طب انا نعطيك معلومة انه دي جبالك اكو مجدد واكو رفرش واكو جديد فانتبه وشوف تقييمات البائع وشوف المنتج تشم قطعة مبيوعة من عنده ومراجعات الناس للمنتج انا هنا راح اكتب الماركة اللي اريدها مثلا انا اريد نيكون دي 850 او اي قطعة اي شي احتاجه هنا راح يطلعه لك اكثر من باع واكثر من ايتم راح تشوف انا الموديل اللي مخلي حاليا هذا موديل قديم فما تلقي جديد فتلقي بس مستخدم وتشوف المستخدم سواء كان excellent good يعني انه مقبول جيد ممتاز يعني منتجات موجودة هوا هي فارضا نساء الكاميرا امامكم يعني اقدر اغلى تفاصيله بالتسكريبشن جوه وشوف التقييمات من الناس وكم قطعة بايع بايع الباع وتقييم الناس اليه اهم اهم فقرتين ممكن تنتبه عليه اليه حتى تختار المنتج الصحي انسان شفت الايتمات فرضا يعني وشفت هذا الباع هذا الباع جيد مبيعاته جيدة وتاريخ الوصول المتوقع للمخزن مثلا سبعة يام ارباطعش يوم مطيق تاريخ يعني متوقع الوصول الايتم هذا لمخزن امريكا هذا التاريخ المكتوب هنا حاليا فاني اوكي شفت المنتج السعره بالدولار مكتوب اربعة Lumshpm99.95 tee يعني خمسة الاف دولار نرجع القسمها حتى نشوف الموقع übersامatable سعر مئة ثلاثين وثلاثين وثلاثين تنتشيك 6 مليون وثلاثمية وثلاثين 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 وسعره بالدولار هو اهalamities ارسمائة؛ اربعةpp الشحن والقمارك وعمولة تبيور وكل هاي التفاصيل هنا تظهر لك هنا يقول لك وقت الوصول المتوقع الى مغزن امريكا ووقت المتوقع لوصوله للعراق وسعر شحن الطلب وزنه شقد في الضبط مكتوب هنا التفاصيل مالته القمارك العراقية شحن الدولي عمولة تبيور بلاتي فورم والتوصيل داخل بغداد ميتين وخمسين دينار فقط هذا الشي يعني غلاني يعني صدمة وهنا تشوفون اجمال المبلغ هو ستة مليون واثنمائة وسبعين الف وهي الشحن والتوصيل وكل شي هذا المبلغ المنتج واصل الى باب بيتك لحتى اندفع المبلغ هذي الطرق الدفع اللي مفريها هما اللي هي عبارة عن محفظة زينكاش فاست باي منصة اقصاتي اللي هي عن طريق الكي كارد وتزديد ونس والت والبطاقة البنكية طبعا انا كتجربة ما انصحك لا بالف اي بي ولا بالفيزا ولا بالكي كارد او منصة تزديد اللي ينبيها عمولات المنتج اللي يطالبه حيتأخر داخل امريكا 14 يوم هل انت موافق على هذا الشي او لا نعم موافق اذا انت موافق هياخذك الخطوة اللي بعده اللي هي دفع اللي انا راح ادفع عن طريق الفاست باي هذا يقول لي المبلغ الإجمالي هل قده حيكون وماكو عمولة المبلغ هل قده عن طريق المحفظة نضغط موافق بعد راح ياخذك الى بوابة الدفع الخاصة بمحفظة فاست باي وهنا بعد ما تمت المزامنة راح ياخذنا الى صفحة الدفع عن طريق محفظة فاست باي داخل رقميك والباسوورد وتدفع بكل سلاسة هذا كل الشرح يعني صراحة الواجهة وكل التفاصيل ما للتطبيق بسيطة وسهلة وسلسة جدا طبعا داخل تطبيق عدوم خيار المحادثة المباشرة تقدر تحكي اهم اذا عندك اي مشكلة او اي سؤال او اي شي قبل يجاوبوك مباشرة حاليا شرحنا كل آلية التفاصيل انشاء الحساب واضافة المنتج والدفع والشراء وخلصنا كل هاي التفاصيل تقريب طبعا تطبيق ببعد انه بقسم البطاقات وبيقسم المتاجر المحلية هاي توفر لك البطاقة يعني بطاقات الاساساسيال كوركو هاي التفاصيل والمحلية الاسترات المحلية داخل العراق اللي بيعون المتاجات ومن داخل هذا كل اللي كان بالتطبيق صراحة تطبيق بمزايا كل شهوية واكو عيب واحد هم طبعا مو من يمهم هم من قبل القمارك العراقية الايتم اللي يوصل للقمارك صراحة يعني مو كل مرة ولكن اغلب الاحيان تتأخر تبقى اسبوك عشر تيام يعني فهذا الشي شوية مزعج هذا العيب الوحيد اللي بتطبيق اما بق كباوك شرائك كلها سلسلة بسيطة ويعني موضحة وتقدر يقدر كل شخص يستخدمها والهنا وصلنا لنهاية الفيديو اشكر كل من شاهد الفيديو للنهاية لا تنسون الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كانوا ياكم اخوكم علي العبدالله ومع السلام